الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان التمييز بين القانون الخاص والقانون العام وقد تقدم الحديث في الدرس السابق عن القسم الأول من هذا الدرس وهو بعنوان التمييز بين القانون الخاص والقانون العام وسنراجع نحن وإياكم ما ذكرناه في الدرس الماضي في التمييز بين القانون الخاص والقانون العام ذكرنا في هذا التمهيد أن القواعد القانونية لا شك أنها متعددة وكذلك متنوعة لتنوع وتعدد العلاقات التي تقوم بتنظيمها فنجد أن هناك فروع تندرج تحت القانون الخاص وهناك فروع تندرج تحت القانون العام فلذلك نجد أن هذه القواعد القانونية والمواد القانونية تختلف وتتعدد وتتنوع وجرى تقسيم القانون بناء على معيار صفة المخاطب والمقصود به هل الدولة التي تخاطب وتكون هذا القانون أو هذا النظام وهذه المادة تعتبر ذات سيادة وأيضا حيث يقسم القانون إلى قانون خاص وقانون عام لذا تتناول هذه الوحدة بيان هذا التقسيم والفروع التي تندرج تحت أقسامه وهذا ما ذكرنا في الدرس الماضي وذكرنا أن طبيعة القانون الخاص وطبيعة القانون العام أنه تتميز القواعد القانونية المدرج تحت القانون الخاص بأنها تتعامل مع من؟ تتعامل مع الأشخاص تتعامل مع الأشخاص فيما بينهم فهذا مما يميز القانون الخاص أنه يتعامل يكون هناك تعامل بين الأشخاص فيما بينهم وعلى قدم المساواة ولا تمنحهم أي ميزات في مواجهة بعضهم بعضا بل تتعامل معهم في ضوء ما يبرمونه من عقود باعتبار أن العقد بمنزلة ماذا؟ بمنزلة القانون بين المتعاقدين ومن أمثل ذلك مثلا أن يكون بين شخصين هناك عقد إيجار على شقة ما أو على سيارة ما فيذكر هناك شروط هذا المؤجر على المستأجر يجب أن يفي بهذه الشروط كذلك المستأجر له حقوق فيما استأجره فهذه الأمور التي تندرج ومن المواد التي أبرموها ووضعوها في هذه الشروط يجب أن يؤخذ بها بعين الاعتبار في هذه العقود فتعتبر هذه الأشياء والعقد هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة القانون بين المتعاقدين والله عز وجل قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فأوجب علينا أن نفي بهذه العقود في حين تتميز القواعد القانونية المندرجة تحت القانون العام بأنها ماذا؟ بأنها تكفى للدولة سلطات واسعة تسمو بها على الأشخاص وذكرنا من أمثلة ذلك مثلا نزع الملكية هنا تتعامل الدولة مع الشخص الذي تنتزع أرضه باعتبار أن الدولة ذات سيادة فلها الحق في ذلك وترى المصلحة في هذا الأمر في نزع هذه الملكية ثم يعوض هذا الشخص بما تراها الدولة مناسبا فهنا تعامل الدولة مع هذا الشخص باعتبارها ذات سيادة فهنا يطبق القانون ماذا؟ أحسنتم يطبق القانون العام وتمكنها من القيام بوظائفها بشكل كامل فتصدر السلطة العامة القرارات الملزمة التي يجب عليهم اتباعها وللأشخاص الحق في التظلم من تلك القرارات أمام الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية فإذن هناك الوزارات ربما تبرم عقودا بينها وبين أشخاص فيعتبر هذا القانون باعتباره من القوانين الخاصة باعتباره من القوانين الخاصة وهناك أشياء ربما الدولة تصنعها باعتبارها ذات سيادة فيكون مندرجا تحت القانون ماذا؟ تحت القانون العام هنا نذكر معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام ما معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام؟ بناء على ما سبق تبين بأن تقسيم القانون إلى القانون خاص وقانون عام يعتمد بشكل أساسي على ماذا؟ يعتمد بشكل أساسي على معيار وجود الدولة في العلاقة القانونية وجود الدولة في العلاقة القانونية لا يكتفى بهذا الأمر وإنما نقول أيضا باعتبار هذا العمل الذي تصنعه الدولة أن تكون ذات سيادة ذات سيادة ويكون يبرم هذا العقد بين الدولة وبين الآخر باعتبار الدولة ذات سيادة ومثلنا على ذلك بمثال مثل نزع الملكية وهو موجود عندكم في الكتاب فهذا العمل يعتبر عمل ذات سيادة من الدولة فيندرج تحت القانون العام في معرض ممارسة نشاطها وتنظيم شؤونها تدخل في العديد من العلاقات المتنوعة والمتباينة من حيث طبيعتها فهناك عقود تعتبر عقود خاصة مثلا ما بين الدولة وبين شخص آخر تستأجر أعمارة لشخص ما فهنا هذا القانون يطبق بقانون ماذا؟ بالقانون الخاص وليس بالقانون العام فتارة تتصرف الدولة بوصفها سلطة عامة ذات سيادة وتارة أخرى تتصرف بوصفها شخصا عاديا شخصا عاديا فإذا هنا هذا هو المجال في التفريق بين القانون الخاص والقانون العام فيكون المعيار في ذلك وجود علاقة الدولة وجود الدولة في العلاقة القانونية هذه وننظر هذه العلاقة القانونية بين الدولة وبين الآخر هل كانت الأمر هذا فيه ذات سيادة؟ ومثلنا على ذلك بمثال مثل نزع الملكية فهنا يعتبر هذا المثال على أنها علاقة قانونية عامة وليست خاصة أما إذا كان هناك إبرام عقد بين الدولة وبين شخص آخر مثل استئجار مكان ما فإن هذه العلاقة تعتبر مندج ذاتها على القانون الخاص فهذا هو المجال أو هذا المعيار هو التفرق بين القانون الخاص والقانون العام نعيده مرة أخرى ونقرأ ما يوجد عندكم في الكتاب يتبين مما سبق أن القانون يقسم على قسمين قانون خاص وقانون عام ويعتمد بشكل أساسي على معيار وجود الدولة في العلاقة القانونية فالدولة في معرض ممارسة نشاطها وتنظيم شؤونها تدخل في العديد من العلاقات المتنوعة والمتباينة من حيث طبيعتها فتارة تتصرف الدولة بوصفها سلطة عام ماذا تسيادة وتارة أخرى تتصرف بوصفها شخصا آديا فهذا هو المجال في التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام نستكمل هذا الدرس في التمييز بين القانون العام والقانون الخاص فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن توضح معيار التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام وأيضا تستنتج أحوال التصرفات للسلطة العامة باعتبارها ذات سيادة أو بعدها شخصا عاديا فإذن هذه هي أهدافنا وهذا ما سنأخذه في هذا الدرس فالآن أود منك أخي الطالب واختي الطالبة أن تحضر الكتاب والقلم لكي تدوم ما تريد تدوين أثناء الدرس هنا سنتناول أحوال التصرفات للسلطة العامة فهناك أحوال لتصرفات الدولة للسلطة العامة فهنا الحالة الأولى ونأخذها وهي ما هي تتصرف السلطة العامة باعتبارها ذات سيادة من أمثل ذلك في حال نزع ملكية قطعة أرض لاستخدامها للمنفع العامة وأيضا كما في فرض السلطة العامة للرسوم والضرائب فهذا مثال على أن الدولة استخدمت السلطة العامة وتعتبر في هذه السلطة ذات سيادة فلذلك يطبق القانون ماذا؟ فيكون هذا مندرجا تحت القانون العام وليس القانون الخاص هنا في هذه الحالة الثانية ما هي؟ تتصرف السلطة العامة باعتبارها شخصا عاديا كما هو الحال عند شراء الدولة لشركة تجارية خاصة وكما في ممارسة الدولة لأي نشاط تجاري فهذا يندرج تحت أي قانون؟ يندرج تحت القانون الخاص فهنا القانون الخاص فهنا الذي يميز ويجعلنا نستطيع أن نفرق بين القانون الخاص والقانون العام من خلال معرفتنا لتصرف الدولة في هذا المجال أو في هذه العقود التي تبرمها ومعنى أن هنا في هذه الحالة الأولى أن الدولة تصرفت باعتبارها ذات سيادة ومن أمثل ذلك نزع الملكية وفي أنها قد رأت المصلحة في هذا فهذا الأمر يعتبر داخل تحت القانون العام أيضا في حال فرض السلطة العامة للرسوم والضرائب فإنه يندرج تحت القانون العام لأن الدولة هنا استخدمت السيادة وفرضت هذا الأمر لما تراه من المصلحة فهنا هذا يندرج تحت القانون العام وليس القانون الخاص فهنا الذي يجعلنا نستطيع أن نفرق هو النظر إلى التصرف النظر إلى ماذا؟ إلى جانب تصرف الدولة في هذا الأمر هل هو باعتباره قانون عام أو قانون خاص؟ إذا أردت أن تعرف معنى هذا فانظر إلى هذه الأمثلة التي تبين هذا المعنى ومن ذلك في حال نزع الملكية فإننا نرى أن الدولة هنا استخدمت السلطة العامة ذات السيادة فاعتبر هذا المثال مندرج تحت القانون العام وليس القانون الخاص ومثله فرض السلطة العامة للضرائب والرسوم أما الحالة الثانية تتصرف السلطة العامة باعتبارها شخصا عاديا فتأتي إلى شخص ما أو شركة ما تجارية خاصة فتبرم عقدا بشراء هذه الشركة أو باستئجار مبنى معين أو غير ذلك من الأمثلة التي تعتبر مندرجة تحت القانون الخاص فذكرنا المعيار التفرقة ومعيار التمييز بين القانون الخاص والقانون العام هو حال تصرف الدولة في هذا الأمر فهل هذه الدولة لما تصرف هذا التصرف باعتبارها شخصا عاديا أو باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة فهذا هو معيار التفرقة بين الأمرين هنا في هذا النشاط الإثرائي أبحث وأدون في حوار صفين ناقش مع مجموعتك أمثلة لتصرفات السلطة العامة باعتبارها ذات سيادة وأمثلة لتصرفات السلطة العامة باعتبارها شخصا عاديا ثم دون إجابتك هنا وذكرنا أمثلة على ذلك من خلال ما استمعت إليه قبل قليل تستطيع التفرقة بين الأمرين مثلا من الأمثلة في تصرفات السلطة العامة إعلان حالة الطوارئ فهذه باعتبار الدولة ذات سيادة فتندرج تحت القانون ماذا؟ تحت القانون العام وليس القانون الخاص وأيضا باعتبارها شخصا عاديا هناك العقود التي تبرمها الدولة باعتبارها شخصا عاديا بينها وبين شركة تجارية خاصة أو مثلا شخص يملك عقارا معينا فيكون هناك عقد مبرم إما بالإيجار أو بالشرائع وغير ذلك فهذا يندرج مما يندرج تحت القانون الخاص وذكرنا أن المعيار التفرقة هو حال التصرف الدولة هل هي باعتبارها ذات سيادة أو باعتبارها شخصا عاديا فإذا هذا مما نستطيع أن ندونه وتستطيع أن تمثل وتزيد على هذه الأمثلة مما ذكرنا قبل قليل هنا في أسئلة التقويم أتحقق ما معيار التفرقة بين أقسام القانون المختلفة نعيد السؤال مرة أخرى ما معيار التفرقة بين أقسام القانون المختلفة هنا ذكرنا أن أقسام القانون ما هي قانون عام وقانون خاص ما هو معيار التفرقة كيف نفرق بين ما هو القانون العام وما هو القانون الخاص كيف تفرق بين هذين القسمين بين القانون العام والقانون الخاص أريد منك أن تذكر معيار التفرقة فذكرنا فيما مضى من خلال الدرس ما هو معيار التفرقة بين هذين القسمين وهو القانون العام والقانون الخاص فأريد منك أن توضح ذلك من خلال ما استمعت إليه ومن خلال ما شرحنا هنا في السؤال الذي يليه ما الفرق بين القانون الخاص والقانون العام أريد السؤال مرة أخرى ما الفرق بين القانون الخاص والقانون العام أريد منك أن توضح ذلك ما هو الفرق بين هذين القسمين وهو القانون الخاص والقانون العام والسؤال الذي يليه في هذا التقويم استخلص ما النتائج المستفادة من التمييز بين القانون الخاص والقانون العام فأريد منك أن تستخلص هذه النتائج التي تميز بين القانون الخاص والقانون العام وتذكر أمثلة من خلال ما ذكرناه فتستطيع أن تميز بين القانون الخاص والقانون العام فأريد منك أن تجيب على هذه الأسئلة وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين